اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح تختلف الاجنة عن بعضها في الطول والوزن وفي الشكل طبعا راحل تكوين الجنين الشهر الاول من الحمل ويعادل اربعة اسابيع وفي هذه الفترة تنغرس البويض الملقحة بجدار الرحم ويتكون الجنين من طبقتين من الخلايا التي ستنمو وتتشكل منها جميع اعضائه وتبدأ رحلة الحمل فعليا ابتداء من الاسبوع الثالث اما في الشهر الثاني من الحمل ويعادل ثمانية اسابيع وفي هذه المرحلة يكون الجنين قد نمى واصبح طوله اثنين ونصف سنتيمتر ويتكون لديه نسيج بسيط من الاصابع وتكون الشرايين واضحة كما يظهر تجويف القلب وفي هذه المرحلة من الحمل تبدأ المشيمة بتغذية الطفل من خلال الحبل السري الشهر الثالث من الحمل ويكون الجنين قد تكون بالكامل وتشكلت عضلاته وجميع اعضائه وبدأت بوظائفها ويبلغ طول الجنين حوالي سبعة ونصف سنتيمتر ويستطيع ان يقوم بعمليتي البلع والركل الشهر الرابع من الحمل يبلغ طول الجنين اربعة عشر سنتيمتر ووزنه حوالي مائة واربعين جرام ويغطي الزغب والشعر الناعم جسمه كما يمكن سماع دقات قلبه بوضوح ويبدأ العديد من الاطفال بالركل بقوة في هذه الفترة في الشهر الخامس تبدأ المادة الدهنية اللازجة المعروفة باسم الطلاء الجيني بالتشكل على بشرة الجنين لتقوم بحمايتها كما يبلغ طوله تسعة عشر سنتيمتر ووزنه حوالي ثلاثمائة واربعين جرام تصبح ملامح الجنين اكثر وضوحا في الشهر السادس بحيث يمكن رؤية الحاجبين كما تمتلئ الرئتان بالسائل الامينوسي وتقومان بحركات التنفس ويبلغ طول الجنين حوالي ثمانية وثلاثين سنتيمتر ووزنه حوالي ستمائة وستين جرام اما في الشهر السابع من الحمل يكون الجنين مستعدا للحياة بحيث تكون الرئتان جاهزتين للتنفس بشكل كامل وتكون اعضاء جسمه قد تكونت بشكل كامل ويستطيع فتح واغلاق عينيه وتنمو الاظافر وتزيد حركته كما يبلغ طوله حوالي خمسة واربعين سنتيمتر في الشهر الثامن يزيد وزن الجنين بمعدل مائتين جرام اسبوعيا وتصبح حركة الجنين قليلة ويكون نمو الجنين قد اكتمل وبدأت جميع اجهزته وعضائه بالعمل في اخر مرحلة من مراحل الحمل اي في الشهر التاسع يزن الجنين حوالي اربع كيلو جرام ويبلغ طوله حوالي واحد وخمسين سنتيمتر وقت لا تشعر الام بحركة الجنين ويكون الجنين مكتمل النمو ومستعد للحياة خارج الراحم ويجب على الام اخذ قسط من الراحة وان تكون مستعدة للولادة انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات